اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دائماً خذ اللعبة واخذ التحديث من نفس الشخص اللي موجود اسمه من من اوبويسو من سايبر من المتد من اي شخص خذ اللعبة والتحديث من عنده نفسه لا تروح تدور على تحديثات ثانية على العموم لو انك نزلت اللعبة ونزلت التحديث وظهر معك الخطأ 36-34 فان شاء الله هذا الجزء السادس لحل مشكلة الخطأ 36-34 ويوجد خمس اجزاء لحل هاي المشكلة من قبل على القناة بامكانك انك تطلع عليها لو حاب اتشوفها فخلينا نشوف كيف الخطأ بظهر وكيف ممكن احل الخطأ بشكل سريع خلينا نشوف يا شباب انا عندي لعبة بنتن ما زالت على الابديت واحد وبيدي اثبت لها تحديث التايتل اي دي عندي هو 16-66-4 فلو تجهنا على الباكيج انستولر وبيدي اثبت لها التحديث بنفس التايتل اي دي 16-66-4 واضغط اكس وعطيت موافق فهون رح يوصل التثبيت لاخر شيء ويعطيني خطأ 36-34 بسبب انه انا اللعبة عندي من اوبويسو وهذا الابديت البثبت فيه هو من عند انليمتد فما بنفع اني اعمل زي هيك لازم اللعبة والابديت من نفس المصدر زي ما انتو شايفين يا شباب بوصل للاخير و36-34-34 دائما هذا الخطأ يعني انه الابديت بحاجة ريب باكيجر للعبة لازم تعمل الابديت ريب باكيجر حتى يرجع يتوافق مع اللعبة الموجودة عندك ويشتغل بشكل طبيعي فحاليا خلينا ننتقل على جهاز البي سي حاليا يا شباب رح استخدم برنامج اسمه باكيج ريبر لحل الخطأ 36-34-34 وعلى فكرة باكيج ريبر هو لا يستخدم اصلا لعمل باكيجر ما بين اللعبة والابديت هذا برنامج صراحة جدا رهيب يستخدم لتقليل احجام العاب البي اس فور بشكل رائع جدا بحيث بقلل احجام الالعاب للنصف واحيانا لا اكثر من هيك لكن فكرة الريب باكيجر هي مهمة الثانوية بالبرنامج فلو تلاحظونا يعني لعبة دوم حجمها 45 جيجا فقط رجعت لـ 28 جيجا بايت هاي احد الامثلة فان شاء الله انه رح يكون فيه شرح مفصل عن هذا البرنامج بفيديوهات قادمة اما بالنسبة لليوم ففقط رح نحل مشكلة الريباكيجر باستخدام تطبيق باكيج ريبر في البداية يا شباب رح نحتاج اللعبة الموجودة عنا ورح نحتاج الابديت اللي اعطانا خطأ ستة وثلاثين أربعة وثلاثين لازم اللعبة والابديت يكون موجودات معك على البي سي وانا بفضل دائما انك تشتغل على هارد خارجي وايضا برنامج الباكيج ريبر الموجود معانا ضمن برامج الفاك باكيج تولز لازم البرنامج يكون من ضمن برامج الفاك باكيج تولز رح ادرك لكم المجلد كامل موجود بالوصف للتحميل ان شاء الله رح تلاقي كل هاي الملفات موجود كل اللي علينا ان نشغل برنامج الباكيج ريبر هاي الرسالة عادي يا شباب لاني مش متصل بالنت تعطي اوكي تمام حاليا نعمل خطوة بسيطة جدا وهي اني اضغط على باتشز ومن ثم اضغط على كريايت ومن هون بختار براوزر وبختار الابديت اللي اعطاني الخطأ ستة وثلاثين اربعة اربعة وثلاثين لا تختار اللعبة اختار الابديت اللي اعطاني الخطأ ومن ثم اعطي اوكي خلاص بكل عليك تيجي هون فقط تكتب اي شيء بدكاء اي شيء انت حر ومثلا خليني ازيره ومن هون تعمل سيف تعمل اوكي خلاص تطلع ومن هون يشباب من قائمة براوز تختار وترجع ايضا تختار الابديت نفسه تمام تضغط على الاربع اصفار اللي اخترناها وهون بطلبني اختار اللعبة لانه رح يبني الباتش على اللعبة اللي بدي اياها فابعمل براوز وبختار اللعبة المثبتة عندي على جهاز البي اس فور اللي هي هون فهيك رح يرجع ويبني الباتش مرة ثانية على اللعبة الاصلية المثبتة عندي على جهاز البي اس فور وكل علي اني اعمل جو رح يبدأ بفك ملفات الابديت وبرجع يبنيها مرة ثانية وراح تكون ان شاء الله متوفقة مع اللعبة فنضغط جو تمام شباب حاليا انتهى من بناء الباكيج بشكل كامل وبتوصل رسالة image created فمنضغط اوكي وانتبه انه ما يكون فيه errors موجود هون warnings ما فيه مشكلة لكن errors لا فلو رجعنا على ملفات الباكج ريبر ورحنا على مجلد الاوتبوت رح نلاقي مجلد بالتايتل اي دي للابديت اللي عملان الريب باكجر وراح نلاقي ملف الابديت هون جاهز للتثبيت على اللعبة فقط كل علينا انه ننقل على يو اس بي ومن ثم نقوم بعملية التثبيت على جهاز البي اس فور تمام شباب حاليا نسخت ملف الابديت الجديد على اليو اس بي فهذا هو ملف الابديت القديم لأطاني الخطأ وهذا ملف الابديت الجديد اللي عملت لي ريب باكجر مع اللعبة حاليا خليني افك اليو اس بي من جهاز البي سي وانتجه على جهاز البي اس فور تمام يا شباب بعدنا على نفس الخطأ العطانية في المرة الأولى فاضغط اوكي واعمل باك وارجع الباكج انستولر حاليا موجود عندي التحديثين القديم والجديد فخلينا اثبت الجديد واعطي نعم ودن يا شباب اثبت الابديت بشكل طبيعي بدون اي خطأ ولو اتجهت على اللعبة وتجهنا على المعلومات رح نلاقي انه اللعبة صارت بتهديث واحد بوينت اه صفر واحد فهذا هو الجزء السادس لحل مسئلة الخطأ ستو ثلاثين اربعة اربعة وثلاثين فان شاء الله اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاي الطريقة واجميع الاجزاء او الطرق الماضي رح تلاقوه موجودة بالوصف ان شاء الله وكل الملفات اللي بتحتاجه ايضا رح تلاقوا روابط تحميل خاصة فيها بالوصف السلام عليكم